موسيقى قرر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 259 لسنة 2024 قرر يعين كل من السيد ابراهيم عبدالهادي يسين كريم نائبا لمحافظ القاهرة اقسم بالله العظيم احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان احترم الدستورة والقانون وان اؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور عبدالله رمضان توفيق مصطفى نائبا لمحافظ السويس اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان احترم الدستورة والقانون وان اؤدي عملي بالزمة والصدق السيد المهندس احمد عصام الدين احمد موسى نائبا لمحافظ الاسماعيلية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة الدكتورة إيمان عمر ريان عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة حنان مجد نور الدين محمد نائبا لمحافظ الواد الجديد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبو زيد نائبا لمحافظ المينيا أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أوسيف نائبا لمحافظ القاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أبدأ عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائبا لمحافظ قنان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور عمر عثمان محمد نعمان نائبا لمحافظ برسعيد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور عمر مجدي مصطفى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد بلال محمد السعيد عبدالحفيز حبش نائبا لمحافظ بني سويف أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة هند محمد أحمد عبد الحليم نائبا لمحافظ الجيزة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد محمد إبراهيم لطفي موسى نائبا لمحافظ المنوفية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أعدي عملي بالذمة والصدق السيد أشرف محمد سيد محمد منصور نائبا لمحافظة قاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي أعملي بالزمة والصدق السيدة المهندسة مونة محمد رضا حسن البطراوي نائبا لمحافظة قاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظة الشرقية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة عن نظام كمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبا لمحافظة الشرقية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة الدكتورة إناس سمير محمد حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيدة المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم زينة نائبا لمحافظة الأسكندرية أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور حازم محمد جودة ديب نائبا لمحافظة البحيرة أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور محمد سامي صادق عبد السميع التوني نائبا لمحافظة الفيوم أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور ميناء عماد ثابت حنة نائبا لمحافظ السيط أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالزمة والصدق السيد الدكتور محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سهاج أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان احترم الدستورة والقانون وان ودي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور هشام احمد ابو زيد عبد الله نائبا لمحافظة الاقصر اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان ارعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وان احترم الدستورة والقانون وان ودي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور احمد انور عطية العدل نائبا لمحافظة دقاهلية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة المهندسة شيماء محمد الصديق محمد نائبا لمحافظ دمياط أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد الدكتور محمود محمد عبدالغني عيسى نائباً لمحافظة الغربية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد المهندس عاصم عبدالغفار حامد سعدون نائباً لمحافظ شمال سيناء أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد إسلام السيد رجب عبدالغفار حامد نائباً لمحافظ مطروح أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيد المهندس عمر حلمي حسان لشين نائباً لمحافظ أسوان أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق السيدة مجدى حنة بباوي حنة نائبا لمحافظة البحر الأحمر أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق شكرا